السلام عليكم ورحمة الله. اهلا اخوان. سؤال من عند احد متابعين يقول ان لديه مشكلة عندما يريد الرجوع الى الكاميرات. حيث وضع جهاز XVR في غرفة يعني بعيدة مع شاشة صغيرة. ولم يقوم بتمرير كابل HDMI الى باقي اه اجهزة التلفاز. وكذلك يستحيل عليه ان يربط اه تلفاز مع جهاز سواء بكابل او بجهاز اه عبر اه كابلة الشبكة. وايضا لا يتوفر على الانترنت. يعني عندما يريد الرجوع الى التسجيلات عليه الذهاب الى ذلك الغرفة التي اه وضع بها جهاز ويقوم بالدخول الى الكاميرات. وهذه العملية تكون نوعا ما مميلة. انا اقصرحت عليه ان يعمل شبكة داخلية فقط باستخدام جهاز الروتر. وربط اه جهاز الديو اير او ال اكس بي اير مع التليفون وكذلك مع الحاسوب. ويمكن ايضا اه ربط جهاز التلفاز اذا كان به انضم اندرويد. وطبا مني توضيح لهذه العملية وهذا ما ساريه لكم الان. هذا هو جهاز اه 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 اي جهاز الروتور اه سيشتغل. نقوم بربط اه اه رياز الروتور مع ال اكس بي اير. وكما سارونا هنا. فهنا هذا المدخل هنا للخط الارضي الذي اه به الانترنت. فانا ساعمل بهذا الروتور بدون انترنت. فقط شبكة داخلية. واربط جميع الاجهزة. عبر الواي فاي. الان ساقوم ببحث عن شبكة الواي فاي لهذا جهاز الروتور. تيب الانترنت. تيب الانترنت كما سارونا هنا. ليس به اه كود. او رقم سري. اذا تيب الانترنت كما سارونا هنا. اه يجب علي ان اعرف اه اي بي اه اي بي هاد جهاز الروتور حتى يكون في نفس الشبكة مع مع جهاز اكس بي اير. ساضغط هنا. وكما تلاحظون هنا عندي في الباسرين مئة واثنين بسعين مئة وثمانية وستسون واحد. هاد الواحد هذا وهو اه السوريزو او اه الريزو اه الشبكة التي ساعمل عليها. واحد واحد. والان ساذهب الى اه تطبيق جي دي ام اس التي قمت بتحميله مسبقة جي دي ام اس لايتس كما ترون هنا. هنا انا اعمل بدون انترنت. ادخل الى القائمة الرئيسية. سا ادخل الى مناجر الاباري. وسا اضغط هنا على زائد. هنا ساعمل على ال اي بي دومين وليس ال اي بي دومين. ال اي بي دومين اه الجهاز الدي بي اير معروف ومئة وثنين سعين مئة وثمانية واحد مئة وثمانية. ولكن يجب ضروري ان نتبذ هذه اه هذه الادرس اي بي اه بتثبيت خاصيات ستاتيك وليس دي اح سي بي سنقوم بها على الجهاز الدي بي اير. اذا نكسب هنا اه الادرس اي بي لجهاز الدي بي اير مئة وثنين سعين نقطة. اه مئة وثمانية وثمانية نقطة واحد مئة وثمانية. البور. اه يبقى هكذا ثلاثة اه اربعة سبعة. اه نقوم شهزة ادمين. ايضا ايضا يجب كتابة التي قمنا بها في الاعدادات الجهاز ال اكس بي اير. اه نعطي هنا اسم مثلا نعمل هنا اه اي اسم مثلا التست. تست لوكال. بدون انترنت. اوكي. ونعمل ديماري ليبيو. وكما صار هنا هنا لدي اه صورة. صورة مع جهاز هاد جهاز اه الروتر كما صارونا هنا بدون انترنت. مربوط مربوط مع ال اكس بي اير. لدي هنا شبكة داخلية. يمكن ان نعمل هذه العملية مع جهاز الحاسوب. اه لمعرفة اه اي بي جهاز اكس بي اير نذهب الى القائمة الرئيسية. ونذهب الى اه ريزو. نذهب الى الريزو. ثم الى اه كونكسين تي سي بي اي بي. هنا اه اذا ما لاحظوا ان اه اي بي اه الجهاز الاكس بي اير وان مئة اثنين وانتعين 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 وواحد ثمانية. هذا متبث وليس ال دي ار تي بي. من الافضل ان نتركوه على هذا الشكل اه حتى لا يأخذ اه اي بي جديد من عند جهاز الروتر. نقوم بابليكي. يمكن ايضا اضافة زيادة حزوب الى نفس الشبكة سنبحث عن هذه الشبكة سنأخذ هذا الوفي بدون موضبس بدون كود ثم نذهب الى تطبيق سمارت بي اس اس سمارت بي اس اس يمكنك تحملها من موقع الضهوة سمارت بي اس اس نقوم بفتح التطبيق ونقوم بسيرش اوتو سيرش بما ان لدينا جهاز اي بي ثابت سنضغط على اوتو سيرش وكما ترون فقد وجد هذا الجهاز الى اكس بي اير وكما تلاحظون الى 122-161-108 ادد اجوتي نختار هذا الجهاز ونضغط على ادد اه نقوم بمد اه يوزر نيم وباسورد كذلك ثم نضغط على اوكي اذا ما لاحظتم اه فهنا عالم اه خضراء يعني اونلاين يعني اه مربوط مع اه جهاز الروتر سوف نعود الى القائمة الرئيسية وانا اضغط على live view وتظهر معي الكاميرات كما تلاحظون انا يمكن عمل اه نفس القضية مع اه smart tv اذا كان به نظام اندرويد فنفس العملية بدون انترنت هذه شبكة داخلية بدون انترنت فقط عبر الواي فاي